تحذيرات من جهات عدة حول خطورة الوضع في اليمن منظمات دولية مختلفة تدق ناقوس الخطر من سوء الوضع الاقتصادي والغذائي والصحي في بلد أثقلته الحرب ويجتاحه الآن وباء كورونا ابتدأت قائمة التحذيرات ببرنامج الأغذية العالمي على لسان المتحدث باسمه ريم ندا التي قالت إن فيروس كورونا ينتشر بشكل مقلق وسط انهيار المنظومة الصحية في البلاد مشيرة إلى أن حالات الإصابة أعلى بكثير من الأرقام المصرح بها لتدعو بعد ذلك الأطراف إلى ترك الخلافة والصراع جانبا ولو موقعا من أجل تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في المكافحة الوباء وبحسب تصريح لها على قناة بلقيس توقعت نذر ارتفاع معدل سوء التغذية جراء الظروف الحالية في الوقت نفسه رفعت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من توقف الخدمات المنقذة للحياة والرعاية الطبية المقدمة والتي تمثل عمودا هاما تقوم عليه الحياة توفر التمويل المطلوب وتبعت المنظمة أن غياب التمويل له انعكاسة ستتعدى المرضى لتمسى العاملين في القطاع الصحي متسببا حسب تغريدات نشرتها في تويتر بوقف أجور أكثر من 850 عاملا صحيا الأمر الذي يعلق استمرارية الخدمة الصحية أو يؤدي إلى إيقافها بشكل كامل الأمم المتحدث من جهتها دعت الدول المانحة إلى الوفاء بالتزامتها تجاه اليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية القائمة والتي زاد وباء كورونا من تفاقمها لتختم قائمة التحذيرات بالدعوة إلى فتح باب طرقته الدول المانحة من قبل لكنها لم تدخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر